السلام عليكم الانترنت بتمثل معضلة للمعظمنا من ناحية هي اداة وتكنولوجيا مفيدة جدا وعمل الثورة في البزنس والتعليم والتواصل بين الناس لكن من ناحية تانية استخدام الانترنت له سلبيات كبيرة جدا على المستوى الشخصي لو سألتك ايه اكبر ضرر بتسببه لك الانترنت يمكن معظمنا يجيب بمشكلة اضاعة الوقت واضاعة الوقت طبعا مشكلة كبيرة وناس كتير اعمارها بتتسرق منها بسبب الانترنت لكن مع ذلك قد لا تكون اضاعة الوقت هي اكبر سلبيات استخدام الانترنت استخدام الانترنت لفترات طويلة بيعيد تشكيل مخك حرفيا بشكل يخليك تدمن التشتت ويفقدك القدرة على التركيز حتى وانت بعيد عن الانترنت معظمنا عندنا مشاريع واهداف نفسنا نحققها اهداف ومشاريع قد يكفي العمل عليها ساعة واحدة يوميا لانجازها ورغم انه سهل توفر ساعة من يومك لمشروعك او هدفك الان معظمنا غير قادر على عمل ذلك بسبب ضعف القدرة على التركيز وادمان التشتت وسرعة الملل في حلقة اليوم من علي وكتاب اخترت اني قدمج بين افكار كتابين لعل وعسى نقدر نفهم المشكلة بشكل اعمق وبالتالي نقدر نوصل لحلول افضل ليه رجاء واحد قبل ما نبدأ اتمنى تشاهد الفيديو في وضع ملء الشاشة عشان ما تشتتش نفسك بالتعليقات والفيديوهات المقترح اول كتاب معنا اليوم هو كتاب زشالوز كلمة زشالوز يقصد بيها المناطق الضحلة في البحيرات والانهار المناطق غير العميقة وده تشبيه بما تفعله الانترنت في عقولنا بانها بتخلينا نكتفي بقشور الامور بدون القدرة على التركيز او التعمق فيها ميزة الكتاب هو انه بيتعمق في تحليل تأثير الانترنت على عقلنا وطريقة تفكيرنا لكن الكتاب لا يعتبر من كتب تطوير الذات من ناحية انه لا يقدم اي حلول تقريبا هو فقط بيكتفي بتحليل المشكلة بشكل جيد وعشان كده قررت ادمج افكاره بافكار كتاب اخر افضل من ناحية تقديم الحلول الكتاب الثاني هو كتاب ديجيتال مينمالزم تبسيط الحياة الرقمية مؤلف الكتاب ده هو كال نيوبورت نفسه مؤلف كتاب العمل العميق اللي عرضناه في حلقة سابقة واللي بيتكلم عن موضوع مرتبط بشدة بموضوع حلقت اليوم عموما خلونا نبدأ في عرض افكار حلقت اليوم اول فكرة معانا تحت عنوان تأثير استخدام الادوات والتقنيات على المخ مخنا فيه قدرة مهمة جدا اسمها المرونة العصبية المرونة العصبية هي قدرة المخ على التغير والتشكل على مدار حياتك نتيجة الخبرات اللي بتتعرض لها البيئة اللي انت عايش فيها او التقنيات والادوات اللي بتستخدمها المرونة العصبية ممكن ينتج عنها تقوية دوائر عصبية خاصة بوظيفة معينة لو كنت بتقوم بالوظيفة دي بشكل دوري وبينتج عنها ايضا ضعف للدوائر العصبية الخاصة باي وظيفة انت توقفت عن القيام بها الامر يشبه العضلات العضلات اللي بتستخدمها بشكل دوري بتبقى قوية والعضلات اللي مش بتستخدمها بتضمر وتضعف اي تقنية او اداء بتستخدمها عادة بتخليك تستخدم قدرات ذهنية معينة بشكل اكبر وبتقلل اعتمادك على قدرات ذهنية اخرى وبالتالي استخدامك للاداء او التقنية دي بيعيد تشكيل مخك بيقوي بعض القدرات الذهنية وبيضعف قدرات اخرى الكتاب بيدرب امثلها بعدة ادوات وتقنيات قديمة يعني انتشار استخدام الساعات مثلا زي ما ساعدنا في معرفة الوقت بدقة وسهولة هو أضعف قدراتنا على تخمين الوقت بالنظر لضوء النهار وشكل الزلاب لأن بمجرد وجود الساعة ما بقاش في حاجة أننا نركز مع الظواهر اللي تساعدنا على تخمين الوقت خلال اليوم في الواقع الساعات غيرت طريقة تفكيرنا عن الوقت من كونه خط مستمر إلى فترات زمنية متقطعة تقدر بالساعات والدقائق بل وحتى شيء قديم زي الكتابة اعتماد الإنسان على كتابة الأشياء المهمة حتى لا يفقدها خلته يقلل اعتماده على الذاكرة وبالتالي نتج عنها ضعف في قوة الذاكرة مثال كمان بيطرحوا الكتاب عن كاتب مشهور في نهاية القرن التسعة عشر الكاتب ده استبدل الورقة والألم بالألة الكتبة بعد فترة من استخدامه الأداة الجديدة دي لاحظ أن أسلوبه في الكتابة اتغير لاحظ أنه أصبح بيستخدم عبارات أكثر وكلمات أبسط في الكتابة يمكن لأن الكتابة بالنسبة له كانت أصعب من استخدام الورقة والألم فده بشكل غير ويعي يخليها يستخدم أسلوب يسهل عليه الكتابة يعني اختلاف الأداة خليها يغير أسلوبه في التعبير عن أفكاره والملحوظة المهمة هنا أنه تم بدون قصد أو وعي منه طبعا مش معنى أن أداة معينة لها بعض السلبيات أنها سيئة في المجمل أو أنك المفروض تتوقف عن استخدامها التصرف المنطقي أننا نوازن بين قدر المنفع اللي بنحصل عليه من الأداء والتقنية دي وبين قدر الضرر الناتج عن استخدامها ونختار حاجة من ثلاثة الخيار الأول هو أننا نستمر في استخدام التقنية رغم الضرر ربما لأن الضرر بسيط مقارنة بمقدار المنفع يعني مثلا أنا بستخدم أدوات رقمية لحفظ وتنظيم أفكاري ومشاريعي ده غالبا هينتج عنه أنه هقل الاعتماد على ذاكرتي وده ممكن ينتج عنه بعض الضعف في قوة الذاكرة مثلا لكن أنا شايف أن ده ضرر بسيط مقارنة بالفايدة الكبيرة اللي بحصل عليها من حفظ وتنظيم أفكاري ومشاريعي وسهولة تطويرها وتأنيل الضغط النفسي وضمان عدم نسيان أي تفاصيل مهمة منها الخيار الثاني هو أننا نستمر في استخدام التقنية لكن نحاول أننا نصلح الضرر الناتج عنها يعني لو استخدمت نفس المثال السابق أنا ممكن أستمر في استخدام الأدوات الرقمية لحفظ وتنظيم أفكاري وفي نفس الوقت ممكن مثلا أعمل تمارين لتقوية الذاكرة من وقت لآخر مثلا طبعا الخيار ده بيفترض أن المنفعة اللي بحصل عليها من التقنية دي تستحق الجهد الإضافي اللي هعمله لإصلاح الضرر أنها تاجع عنها الخيار الثالث هو أننا نتوقف عن استخدام التقنية دي وده في حالة أن الضرر أكبر من المنفعة ومقدار المنفعة لا يستحق الوقت والجهد الإضافي اللي ممكن ضيعه في محاولة إصلاح الضرر طبعا اختيار أي واحد من الخيارات دي بيتوقف على مدى معرفتك وتقديرك للمنفعة والضرر أنت ممكن تكون بتستخدم أداء أو تقنية معينة بدون ما تكون مدرك بمقدار الضرر الحقيقي اللي بتسببه لك فلو هنتكلم عن الإنترنت كأداة وتقنية كلنا بنستخدمها بشكل يومي حاليا بالنسبة للمنفعة مش هنتكلم عنها كتير أظن كلنا عارفين كم الفرص اللي بتحها الإنترنت في مجالات العمل والتعلم والتواصل استخدام الإنترنت يا كاد يكون أصبح ضرورة لمعظمنا بشكل يخالي التوقف عن استخدامها لا يبدو أنه خيار مطروح من الأساس بكل أسف أما بالنسبة للضرر فهل إحنا مدركين لكل أضرارها بشكل يسمح لنا حتى أننا نحاول نصلح الأضرار دي ونقلل منها بقدر الإمكان في الفكرة القادمة هنلقي نظر على تأثير استخدام الإنترنت على مخنا ومن ثم حياتنا كلها تاني فكرة معنا بعنوان ما تفعله الإنترنت بعقولنا في موقف غريب بيحصل مع الكثير مننا تبقى مثلا بتقرأ مقال أو بتشاهد فيديو أنت معجب بمحتوى ومش حاسس بأي ملل ومع ذلك تجد نفسك توقفت عن القراءة والمشاهدة ورحت تلقي نظرة على شيء آخر واتساب أو الفيسبوك مثلا عادة بترجع تاني تكمل القراءة والمشاهدة لأنه زي ما قلت أنت معجب بالمحتوى وحابب تكمله بس السؤال هنا أنت أصلا لم تشعر بالملل فإيه الدافع اللي خليك تتوقف وتروح تعمل حاجة مختلفة هنعرف الجواب بعد شوية مؤلف كتاب زي شالوس بيقارن بين الإنترنت والكتب كوسائل اكتساب المعرفة هيكلة الكتاب من حيث أنه عادة بيغطي موضوع واحد بعمق وأنه مرتب بشكل تسلسلي بحيث كل فكرة تنقلك لفكرة أعمق وأكثر تفصيلا الهيكلة دي بتدفعك وتساعدك على التركيز والتتعمق في موضوع الكتاب بينما على الإنترنت الوضع مختلف أنت لو بتقرأ المقال على الإنترنت حتى لو المقال دي عن التركيز فالصفحة اللي بتقرأ فيها ستجد فيها عشرات الروابط والأزرار اللي بتدعوك أنك تضغط عليها لعمل شيء آخر غير الاستمرار في قراءة المقال المخ البشري يفضولي جدا وبيحب يتعرض لأشياء جديدة باستمرار وكل رابط موجود في الصفحة بيوعدك بشيء جديد مختلف عن اللي انت بتقرأه أو بتشاهده الإنترنت مش بتساعدك على التركيز والتعمق في شيء واحد بل بالعكس بتشجعك على التشتت وتنقل السريع بين الصفحة يعني الكتاب كأداة بيدفعك للتعمق في موضوع واحد بينما الإنترنت بتبقيك على السطح في مواضيع متفرقة على الإنترنت قبل ما تبدأ تتعمق في أي شيء بتكون انتقلت لشيء جديد لو شبهنا الأمر البحر مثلا الكتاب بيشجعك أنك تغوص في العمق بينما الإنترنت بتخليك تتنقل وتبلبط في الأماكن الضحلة السطحية للمعرفة حتى عملية القراءة نفسها بتختلف ما بين الإنترنت وبين الكتاب كثير من اللي بنقرأه على الإنترنت ممكن يكون مالوش قيمة أو بتكون لسه مش متأكد أن اللي هتقرأه ده مفيد ليك ولا لا فكثير مننا بدون أصد اتعود على نوع من القراءة السريعة اسمه سكيمينج زي قرأة الجرائد كده عنيك بتقفز بين العبارات والفقرات وأحيانا بتكتفي بالعنوين وبالتالي تركيزك وفهمك لما تقرأ بيكون أقل مستوى فهمك وتركيزك بيكون سطحي أو ضحل زي ما بيوصف الكتاب طيب هو إيه المشكلة أصلا في القفز والتنقل السريع؟ أي معرفة بتطلع عليها بتحفظ أولا فيما يسمى بالذاكرة قصيرة الأمد وبعدها بتنتقل ببطء للذاكرة طويلة الأمد المعرفة المحفوظة في الذاكرة طويلة الأمد هي اللي بتبقى معاك وبتقدر تعتمد عليها لاحقا في شغلك وحياتك المشكلة إنك لما بتتنقل بالموضوعات مختلفة مخك ما بيلحقش نقل اللي تعلمته للذاكرة طويلة الأمد وبالتالي أنت بتخسر كتير جدا مما تقرأ وتشاهد على الإنترنت ذاكرتك ما بتلحقش تحتفظ بيه مؤلف الكتاب بيقول إن التركيز أو الانتباه هو الوسيلة اللي بتنقل بيها المعرفة من الذاكرة قصيرة الأمد إلى الذاكرة طويلة الأمد السبب اللي بيخلي معظمنا ينسى كثير مما يقرأ ويشاهد على الإنترنت هو إننا بنكون مشتتين وتركيزنا ضعيف فمش بنساعد مخنا إن ينقل المعرفة اللي بنحصل عليها للذاكرة طويلة الأمد خلي بالك إحنا حتى الآن بنتكلم على مواقع وصفحات الإنترنت العادية لسه ما تكلمناش على السوشيال ميديا لو نظرت الأكبر الشركات اللي انت بتستخدم مواقعها وشبكاتها يوميا جوجل فيسبوك تويتر هتلاحظ مشكلة كبيرة جدا المصدر الأساسي للربح في كل الشركات دي هو الإعلانات وده معناه إن الشركات دي عندها دافع قوي إنها تخليك تشوف أكبر قدر من الإعلانات لأنهم كل ما عرضوا إعلانات أكتر للمستخدمين كل ما كانت أرباحهم أكتر عشان كده كتير بيوصفوا نشاط الشركات دي باقتصاد جذب الانتباه attention economy جوجل وفيسبوك ممكن يكونوا بيقدموا لك خدماتهم بدون مقابل مادي مباشر لكن ده مش معناه إنهم بيقدموها مجانا بيقدموها مقابل جزء من تركيزك وانتباهك في صراع محتدم ما بين كل الشركات والمواقع دي للاستحواز على تركيزك ووقتك عشان يعرضوا لك أكبر قدر من الإعلانات لو كنت بتقضي ساعة واحدة من يومك على يوتيوب فمن مصلحة يوتيوب إنك في الساعة دي تشوف عشرين أو ثلاثين فيديو لأن ده معناه عرض عدد أكبر من الإعلانات وبالتالي ربح أكبر فهتلاقيه بيغريك بفيديوهات مقترحة في كل حتى وعشان كده متوسط وقت المشاهدة لمعظم الفيديوهات على يوتيوب يكون دقائق قليلة الغالبية العظمة مش بتكمل الفيديوهات اللي بتبدأ في مشاهدتها ملحوظة سريعة لو كنت متابع جديد للقناة لاحظ إن ما ظهر لكش أي إعلانات في بداية الفيديو ولا منتصفه رغم طوله وده لإننا منعين ظهور الإعلانات على كل فيديوهات القناة كمان بما إنك لسه مستمر في مشاهدة الفيديو فحابب أعرفك إنك من 50% أو أقل اللي لسه مكملين مشاهدة لأن تبعا لمتوسط الريتنشن على يوتيوب فيما بين 40% ل50% من اللي بدأوا مشاهدة الفيديو تركوا بالفعل لمشاهدة فيديو آخر ومع ذلك رغم كل الأولناد على يوتيوب فهو أفضل حالا من باقي شبكات السوشيال ميديا زي فيسبوك وإنستجرام وتويتر لو كانت الأتنشن سبان فترة الانتباه على يوتيوب بتقدر بالدقائق فعلى فيسبوك وإنستجرام بتقدر بالثواني لو تأملت أي شخص بيستخدم الشبكات دي فهتلاقيه كل عدة ثواني بيحرق صابه على الشاشة عشان يشوف بوست أو صورة جديدة هو فعليا مش بيركز مع كل بوست غير ثواني معدودة ده غير إن البوستات دي عادة متنوعة جدا بوست ساخر بوست ديني سياسي رياضي وهكذا إحنا فعليا بنخلي مخنا يقفز كل عدة ثواني بين موضوعات مختلفة تماما طيب إيه المشكلة في كل اللي ذكرنا ده؟ أول مشكلة هي إن معظم المحتوى اللي بتطلع عليه على السوشيال ميديا هو محتوى سطحي وما قصودش بكلمة سطحي هنا إنه تافه لكن حتى المحتوى المفيد عادة اللي بيتعرض لك منه قشور لا تبني أي معرفة حقيقية وإن كانت للأسف بتعطي البعض وهم المعرفة ثاني مشكلة هي إن التنقل السريع بين أفكار وموضوعات متنوعة بيصعب على مخك الاحتفاظ بالمعرفة اللي بيتطلع عليها يعني حتى لما بتوصل لمحتوى مفيد متعمق مخك ما بيقدرش يستفيد منه بشكل مناسب ثالث وأخطر مشكلة هي إننا مع استخدامنا للإنترنت والسوشيال ميديا بالشكل ده يوميا إحنا فعليا بنضرب مخنا تدريب مكثف على التشتت وعدم التركيز إحنا بنقوى الدوائر العصبية لعادة التشتت وطلب الجديد بشكل مستمر وضعف التركيز ده ما بيكونش مقتصر فقط على الوقت اللي بتستخدم فيه الإنترنت والسوشيال ميديا التشتت وعدم القدرة على التركيز بتظلم معاك لما ترجع لشغلك ودراستك بدون قدرة على التركيز لفترة معقولة هيبقى صعب جدا تتعمق في أي موضوع أو عمل مهم صعب تتميز في شغلك أو في دراستك صعب تحقق طموحاتك وأهدافك ومشاريعك الشخصية وعشان كده أنا شايف إن بالرغم إن إضاءة الوقت على الإنترنت مشكلة كبيرة لأنها مش أكبر من مشكلة إدمان التشتت وضعف التركيز لأنك حتى لو بتضيع نص اليوم على الإنترنت لكن بتقدر تركز في شغلك أو دراستك في باقي اليوم فغالبا هتقدر تحقق قدر جيد من الإنجاز لكن بكل أسف مش ده الواقع ومجرد ما بترجع لشغلك أو دراستك ما بتقدرش تركز لفترات طويلة بشكل يسمح لك بالإنجاز وإحراز تقدم ملحوظ والأمر بيبقى كأنك بتقاوم حاجز خفي بيمنعك من الشغل سرعان ما بنشعر بالملل ونبقى عاوزين نلبي طلب المخ في التعرض لشيء مختلف وجديد فبنرجع تاني للإنترنت أو الموبايل ولو منعنا نفسنا من الرجال الإنترنت والسوشيال ميديا بنحس بالرغبة في عمل أي شيء آخر لا يتطلب تركيز فتقوم من مكانك تشوف حد تكلمه أو تدور على حاجة كلها حتى لو مش جعان أو أي شيء مختلف الحقيقة إدمان التشتت بتخطى حتى حاجز الشعور بالملل يعني إحنا مخينا أصبح بيدمن التشتت حبا في التشتت نفسه وليس فقط هروبا من الملل وده سبب الموقف الغريب اللي شرحته لك في أول الفكرة إنك ممكن تكون بتقرأ أو بتشاهد فيديو عجبك ومش حاسس بأي ملل لكن الرغم ذلك توقف القراءة أو المشاهدة وتروح تعمل أي شيء آخر والأول عدة ثواني وبعدها ترجع تاني لتكملة المقال أو الفيديو وكأن مخي كان محتاج جروع التشتت لايس إلا المؤلف بيقول إن بحثه في موضوع الكتاب بدأ أصلا لما لاحظ إن قدرته على التركيز أصبحت ضعيفة جدا بعدما كان بيقدر يشتغل بتركيز مستمر لساعة أو ساعتين فترات تركيزه أصبحت دقائق معدودة فبدأ يبحث على الإنترنت عن سبب ضعف تركيزه وده اللي قاده في النهاية لمعرفة إن استخدامه للإنترنت نفسه هو السبب والعامل الرئيسي طيب كده حنعرفنا المشكلة وحجمها ماذا نفعل إذن؟ ده اللي هنجواب عليه في الفكرة القادمة تالت فكرة معانا بعنوان ماذا نفعل إذن؟ بس ملحوظة سريعة قبل ما نبدأ لو كنت قفزت لتوقيت مشاهدة الفكرة دي مباشرة بدون مشاهدة الأفكار السابقة فحب أقولك إن ده واحد من تأثيرات الإنترنت على طريقة تفكيرنا وسبب من أسباب ضحالة المعرفة اللي بنحصل عليها منها مش هتقدر تلتزم بأي حلول نترحق بدون معرفة عميقة بالمشكلة وحجمها فمن فضلك ارجع شاهد الأفكار السابقة لو ما كنتش شاهدتها طيب إحنا أقرارنا بإن الإنترنت لمعظمنا لا يمكن الاستغناء عنها فبالتالي النصائح اللي هنقدمها هتكون في إطار أيننا نقلل من الضرر بقدر الإمكان مع أن خمس نصائح تساعدنا على تحقق ذلك بإذن الله النصيحة الأولى ما قل وكفى خير النمة كثرة وقالها اللي امتبعنا منكم من فترة يعرف أننا طرحنا حلقتين عن ما يسمى بالمينمالزم فمن تبسيط الحياة في الحلقات دي اتكلمنا عن تبسيط البيئة والممتلكات والمشتريات والعلاقات وغيرها وقلنا أننا لو هنختار شعار يلخص فكرة تبسيط الحياة فلن نجد أفضل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما قل وكفى خير النمة كثرة وقالها فكرة التقليل هنا تتخطى التخلص مما هو غير مفيد الفكرة بتشمل التخلص من الأشياء اللي فيها قدر من المنفعة لكن تكلفة امتلاكها أكبر من المنفعة اللي بتعود عليك منها تعال نشوف طريقة نطبق بها مبدأ ما قل وكفى على حياتك الرقمية هتكتب قائمة بكل الشبكات والمواقع اللي بتاخد جزء كبير من وقتك يوميا وبعد كده هتمر على كل عنصر في القائمة وتسأل الأسئلة التالية السؤال الأول هل العنصر ده بيضيف قيمة أو منفعة واضحة في حياتك؟ خلي بالك لو كل اللي بيقدموا العنصر ده هو التسلية فقط فدي مشكلة طبعا من حقك تتسلى وترفع عن نفسك لكن الشبكات الاجتماعية ومواقع الانترنت من أسوأ الطرق اللي ممكن تسلى بيها نفسك بسبب قابليتها للإدمان مع كونها بتؤثر سلبا عليك زهنيا وجسديا ونفسيا فالأفضل تبحث عن وسيلة أخرى للتسلية والترفيه لو إجابتك على السؤال بلا مفيش منفعة أو قيمة بيضيفها لعنصر ده لحياتك يبقى المفروض تتوقف عن استخدامه يقفل حسابك ويحزف التطبيق من على موبايلات أما لو إجابتك كانت بنعم وبالفعل فيه قيمة ومنفعة حقيقة انتقل للسؤال التالي السؤال التاني هل العنصر ده هو أفضل وسيلة للحصول على المنفعة أو القيمة دي؟ لو بتستفيد من انستجرام مثلا بمتابعة حساب معين مفيد هل الفايدة دي لا يمكن الحصول عليها بشكل أفضل من مكان آخر؟ لو في حساب ديني على انستجرام بيشارك بعض المنشورات المفيدة فقط عن تقدر تحصل على نفس الفايدة وأكتر من مكان آخر لو العنصر ده هو ميسينجر الفيسبوك مثلا والفايدة اللي بتحصل عليها منه هي التواصل مع الأصدقاء المقربين فهل ما تقدرش تعمل ده باستخدام الواتساب لو كنت بتستخدمه بالفعل؟ هل انت محتاج 3 أو 4 وسائل للتواصل؟ تذكر ان ما قل وكفى خير النمة كثرة وقالها اكتفي بواحد فقط حتى مع العلم انك ممكن تخسر بعض جهات الاتصاد الجهات دي لو محتاجك فعلا في حاجة مهمة هتعرف توصل لك لو في وسيلة أخرى أفضل يبقى استخدم الوسيلة الأخرى وتوقف عن استخدام العنصر ده لو ما فيش وسيلة أخرى أفضل تحصل منها على نفس القيمة أو المنفعة انتقل لسؤال التالي السؤال التالت هل الطريقة اللي بتستخدم بها العنصر ده هي أفضل طريقة لتحقيق المنفعة منه؟ يعني مثلا انت قررت ان يوتيوب بيقدم لك منفعة وقيمة حقيقية يصعب الحصول عليها من مكان آخر لكن هل انت بتستخدم يوتيوب بالطريقة اللي اتعظم من المنفعة دي فعلا؟ ولا معظم الوقت اللي بتقضي عليه بيروح لأشياء أخرى غير المنفعة اللي انت حددتها؟ لو كنت بتستخدمه الطريقة المناسبة خلاص تمام برافو عليك استمر على ذلك لكن لو غير كده يبقى محتاج تغير طريقة استخدامك له من أسهل الأمور اللي ممكن تعملها هو تنظيف شبكتك الاجتماعية بشكل دوري من متابعة كثير من الحسابات غير المفيدة أو اللي الفايدة منها ضعيفة اختار أفضل الحسابات في مجال معين مش لازم تتابع كل اللي تلعيف سكتك ظنا منك انك كده بتحصل على فايدة أكبر هتتشتت وهتضيع تركيزك ووقتك وهتقلل فرصتك في تطبيق اللي بتتعلمه منها بعد ما تنتهي من مشاهدة الفيديو ده هتجد في الوصف روابط حلقتين يساعدوك على عملية تنظيف شبكتك الاجتماعية وتعظيم الفايدة من استخدامها آخر نقطة حابي بقولها في النصيحة دي هي انك لو ما كنتش صادق مع نفسك في إجابتك على الأسئلة اللي ذكرناها فده معناه انك مش بتساعد نفسك ولو مش قادر تساعد نفسك محدش هيقدر يساعدك النصيحة التانية تخلص من فوبيا فوات الأشياء وجود الانترنت معانا في كل مكان أصبنا بنوع من الخوف اسمه Fear of Missing Out الخوف من فوات الأشياء الشخص اللي كان زمان ممكن يخرج من بيته بدون أي وسيلة اتصال معانه هيقضي معظم يوم وخارج المنزل دلوقتي ما يقدرش يبعد عن موبايله نص ساعة ولو خرج من البيت واكتشف ان الناس الموبايل بيرجع يجيبه حتى لو هيتأخر على شغلة أو مشاويره بقينا حاسين بضرورة زائفة لمتابعة الأحداث أول بأول بنحس اننا لو انقطعنا عن الانترنت لفترة طويلة هتفوتنا حاجات عظيمة لا يمكن تعودها وده شعور زائف بيانتج عنه إدمان التفحص المستمر للانترنت والشبكات الاجتماعية عشان نقضي على الخوف ده محتاجين ندرب نفسينا على البقاء بدون اتصال لفترة من الزمن لحد ما نتعود على الشعور ونكتشف انه شعور زائف من الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تدرب نفسك القاتي أول حاجة من وقت لآخر جرب تقضي يوم كامل بموبايل قديم ما فيهوش اتصال بالانترنت وعلى الأقل هتبقى متطمن ان لو فيه حاجة ضرورية تخصك حصلت اللي محتاجك هيقدر يتصل بيك ويكلمك الحاجة التانية من وقت لآخر اخرج من البيت لتقضية بعض المشاوير أو حتى للتمشية بدون اي موبايل بدون اي وسيلة تواصل ما تخافش من 15 سنة بس كانت البلد كلها بتخرج من بيوتها من غير موبايل لانه مكانش انتشر بيننا اصلا ومحدش كان عايش في قلق مستمر ان فيه حاجة هتحصل بدون علمه او حتى حاول تضع الموبايل في وضع صامت بعيد عنك في اي دولاب او درج قاوم شعور انك تبقى متصل طوال الوقت الحاجة التالتة اللي ممكن تعملها انك تقفل احد حساباتك على السوشيال ميديا لعدة ايام من وقت لآخر جرب تقفل احد حساباتك اللي بتستخدمها يوميا او حتى احزف التطبيق من على الموبايل لعدة ايام هتكتشف بعد ما ترجع ان ما فاتكش شيء يستحق النصيحة التالتة اتبع نظام جلسات العمل نصحنا في اكتر من فيديو سابق باسلوب جلسات العمل وهو انك تختار شيء واحد فقط تشتغل عليه والفترة زمنية من 15 ل 30 دقيقة حسب قدرتك ما تعملش اي حاجة غري انك تشتغل على الشيء ده فقط الاسلوب ده مش بس هزود انتجيتك في العمل او الدراسة ده كمان يوطبع رف حد ذاته تمرين على التركيز وبالتالي قدرتك على التركيز هتزيد مع الوقت فيه ثلاث حاجات انصحك تعملها عشان تساعد نفسك على النجاح في استخدام الاسلوب ده رقم واحد لا تضع هاتفك الذكي بجانبك حتى لو هتستخدم الموبايل نفسه في ضبط التايمر اللي بيحسب مدة الجلسة بعد ما تزبط التايمر ضع الموبايل بعيد عن مجال رؤيتك حطه في درج او ورى ظهرك او في اي مكان بعيد عن ايدك ونظرك وطبعا ما تنساش تكون ضابط الموبايل على وضع الصامت او وضع الطيران عشان اصوات الاشعارات ما تشغلكش تاني حاجة قائمة المشتتات وانت في جلسة العمل مخك اللي تعود على التشتت هيحاول يفكرك باي شيء اخر خلي جنبك ورق او قلم تكتب فيها الحاجات اللي مخك بيفكرك بيها عشان تبقى متطمن انك مش هتنساها وتقدر تعملها بعد الانتهاء من جلسة العمل اكتبها وارجع ركز في شغلك او مذاكرتك وبعد ما تنتهي من الجلسة ممكن توقي نظرة على قائمة المشتتات وتعمل منها اي شيء يستحق العمل فعلا الحاجة التالتة استخدم برامج حجب المواقع لو شغلك على جهاز كمبيوتر يفضل تستخدم احد البرامج اللي بتحجب المواقع لفترة زمنية محددة دي عادة برامج بتضع فيها قائمة بالمواقع اللي بتشتتك وبتختار انك تحجبها من جهازك لفترة زمنية تحددها بنفسك انا حاليا باستخدم برنامج اسمه كولد توركي وقبلها كنت باستخدم برنامج اسمه فوكل فلتر طبعا لو كانت جلسة العمل اللي بتعملها مش محتاج فيها الانترنت اصلا فيفضل تفصل الانترنت من على جهازك خلال جلسة العمل النصيحة الرابعة لا تضحي بنصيبك من العزلة الانسان في حاجة للانعزال من وقت لاخر يعني عزل مع افكار ويتأملها ويحللها لكن ده اصبح صعب جدا حاليا في ظل الاتصال والتواصل المستمر وخنا اصبح في حالة اتصال واستقبال دائم مفيش فرصة للتأمل او التحليل السوشيال ميديا على وجه الخصوص تسببت في ظاهرة غريبة وهي انها بتحرمك من ايجابيات العزلة لكنها بتديك سلبيتها اشهر سلبيات العزلة هو الشعور بالوحدة وبالرغم من الاتصال والتواصل المستمر السوشيال ميديا بتخليك ترائب عشرات ان لم يكن مئات الناس وتعرف احوالهم واخبارهم لكن ده عادة بينتج عنهم مقارنة حلهم بحالك ولان الناس عادة بتشارك افضل اللحظات لان ما كانوش بيصطنعوا الحاجات اللي بيشاركوها اصلا فده ممكن يخليك تحس بالشفقة على نفسك وانك مش زيهم يخليك تحس انك منعزل عنهم وان انت الوحدة اللي حياتك مملة مفياش حاجة تستحق المشاركة يعني حسيت بالوحدة بدون ما تستفيد من ايجابيات العزلة العزلة مهمة لنضوغ الافكار وسعب تحصل عليها وانت طول الوقت ماسك شباك مفتوح على مئات الناس بتتواصل مع بعضهم وبتابع حياة البعض الاخر فالنصيحة هنا عود نفسك تعود او حتى تتمشل وحدك مع افكارك بدون موبايل وبدون اتصال او تواصل مع اي شخص لا تضحي بنصيبك من العزلة النصيحة الخامسة كن وعيا بحجم المشكلة النصيحة دي كان المفروض تكون اول نصيحة لكن انا خليتها في الاخر لعل ده يساعدك تتذكرها بشكل افضل معظم البشر بكل اسف لا يحصنوا تقدير الامور اللي بتاخد فترة طويلة من الزمن سهل جدا انك تقلل من حجم مشكلة ضعف التركيز لو ملهاش ضرر كبير عليك على مستوى اليوم لكن خلال سنوات ممكن تكون هي الفارق بين انسان ناجح وفي حالة مادية ومعنوية مرتفعة وبين شخص محبط حاسس ان سنين من عمره ضاعت بدون اي انجاز يسكر مصادر العلم والمعرفة اصبحت متاحة والوصول لها سهل لكن القدرة على اكتساب العلم والمعرفة اصبحت اصعب والسبب الاساسي هو ضعف قدرة معظمنا على الصبر على العلم فيه ناس بتشتكي ان فيديو علمي مدته عشر دقائق يعتبر طويل بالنسبة لهم فيه ناس اصبح ما عندهاش القدرة على قراءة مقال طويل فما بالك حلهم مع الكتب هيكون ايه الشخص اللي عنده القدرة على التركيز لفترات معتبرة عنده نقطة تفوق كبيرة على اكرانه فرسته فتحي اهدافه ومشاريعه اكبر بمراحل من اللي سايب نفسه للتشتت وقاعد منتظر حد يقدمه العلم بطريقة مسلية ممتعة في كابسولات يقدر يبلعها بسرعة وبدون تعب ومش مدرك ان اقصى ما سيحصل عليه بالطريقة دي هو مجرد كشور مش معرفة حقيقية يقدر يعتمد عليها في شغله وحياته لو كنت شاهدت الفيديو ده كله من اول وحتى هذه اللحظة في جلسة واحدة بدون ما تتشتت بامور اخرى طوال المشاهدة فده شيء يدعو للتفاؤل لكن احذر من ان قدرتك دي تضعف لو تركت نفسك الانترنت بدون وعي اتمنى حلقة اليوم في ساعتكم على زيادة قدرتكم على التركيز وتقليل التشتت واتمنى ان ده ينعكس بشكل ايجابي على كل جواني بحياتكم متنسوش انكم تقدروا تحملوا محتوى حلقة اليوم على شكل كتاب بي دي اف مهيق القراءة على الموبال والتابلت رابط التحميل في وصف الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الهي الى انت ترجمة نانسي قنقر